اللبان يعتبر كنز نعم اللبان يعتبر كنز برغم أنه كان متوفر في إسرائيل ورغم أنه موجود في إسرائيل المر يعتبر كنز نعم برغم من وجوده لسبب بسيط لأنه ليس هو غالب في قيمة المادية لكن في قيمة المعنوية في فهم إدراك هؤلاء لمن أتى لأجلهم لكي يكون وهو الله الظهر في الجسد يكون أيضا شفيعا متشفعة لكي يكون هو رئيس الكهنة الحقيقة الذي يدخل إلى أغداس الله لكي يعاني ما عناه على عوض الصليب كل هذه العطايا كانت تعلن عن طبيعة رسالة المسيح عن طبيعة ميلاد المسيح الهدف والغرض من ميلاد المسيح اللي تكلمت عنه الأخت نادة تكلم عنه جنب الفاضل الأخ عط هو ده الفهم والإدراك اللي وجدته عند المجوس وعلى فكرة مش مجوس معناه أنهم عبدة نار زي البعض ما الصورة الاستهلاكية أخذناها عنهم مجوس يعني ساجدين للنار 24 ساعة مجوس يعني عراف ومعني صاحب علم كان بيعتبر دانيال العالم الفاهم أنه واحد من المجوس أنه واحد من العالمين فلا نتصور أن هؤلاء من عبدة النار كصورة الاستهلاكية اللي تعودنا عنها لكن هؤلاء كانوا حكماء وحكمتهم قادتهم أنهم يأتوا ليقدموا زواتهم وقلوبهم وسجودهم واعترافهم بشخص المسيح في الوقت الذي فيه رئيس الكهنة شخصيا كان غافلا عن هذه الحقيقة الكتبة كانوا غافلين وده يورينا الله يجذب البعيدين ليكرموه الله يستخدم حتى البعيدين لتمجيد شخصه فكم وكم نحن أين نحن من المسيح أين نحن من الإكرام اللائق بشخص المسيح ده أول ترهوس وده يعني برضو اختيار واضح جدا كان الله لشاول مضطهد الكنيسة وضد المسيح اللي خلق منه بوليس رسول يعني أشياء عجيبة نتجة عن هذا الميلاد وده الرسالة احنا بنوصلها لكل واحد النهاردة أين أنت من هذه الرسالة العظيمة الباب مفتوح والفرصة متاحة والرب يطرق على بابك والرب بيسأل أن يخش فما عليك إلانك تفتح الباب وتقبل هذا المولود العجيب الذي جاء ليخلص ما قد هلك خاطح نقولنا أول حاجة اللي هي رسالة تخص ألام البشرية هذا قعدتنا بثلاث رسائل الرسالة التانية هي رسالة تخص خلاص البشرية خلاص البشرية حقيقة عندي مقطع صغير رأى من لوقا صحاح التاني بيقول وبينما الرعاة متبدين يحرسون حراسات الليل ظهر لهم الملاك وقال لهم لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب نعم سؤال شو هو سبب هذا الفرح ها؟ ولد بيكمل بيقول لأنه ولد لكم في اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب فأزن ولد المسيح في مزود بيت لحم في مدينة داود شو اسمه؟ مخلص هو المسيح الرب يعني ما فيش ولاد بدون مخلص لازم يكون في مخلص بيرجع يعني أنا بشايفة يا أخ ناجي أجمل رسالة فرح أجمل رسالة فرح من السماء للبشرية للبشرية الهالكة أجمل رسالة فرح الله يتنازل بنفسه سمعنا القص الفاضي اللي عم بيقول أنه عظيم هو سر التقوى الله زهر في الجسد الله بنفسه يتنازل من علياؤه لكي يفدي جنسنا البشري أمر يفوق إدراك العقل وتصور العقل حيثاً الخمس نقاط اللي ذكرتهم الأخت ندا على بالي كررهم مشان المشاهدين ياخدوها بارك بسرعة يعني حكيتهم من عشرة أيام في برنامج اسمه تجسد المسيح أو تجسد ابن الله وحيثاً اعتعتها الخمس أسباب ويريتنا بنخدهم على محمل الجد مثل ما ذكرت الأخت في قصيدتها هي يعني المسيحية بالدور حول الخمس نقاط أول نقطة يا أخ ناجي وعزيز المشاهد نحن ما فيناش نطلع على السماء نحن ما فيناش نفتش عن الله نحن حتى نطلع شوي بالفضة شبر على الأرض لازم نكسر قانون اسمه قانون شو؟ الجاذبي أولا لكن الله هو قادر اسمه القادر على كل شيء قادر أن يتنازل من علياؤه ويتنازل إلينا نعم والمسيح نفسه قال ليس أحد صعدة إلى السماء إلا الذي نازل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء عجيب عجيب حلل إياها إلا ما حداش نزل إلا ما حداش طلع إلا اللي نزل وأنا اللي عم أكلمكم أنا وين موجود في السماء هو وحيد يستطيع أن يتواجد في كل مكان فالله تنازل إلينا مش نحن ذهبنا إله لو وقف علينا لقضينا الأبدي كله ولا منفكر أنه نفتش عن الله هذه أول نقطة مهمة لازم عزيز المشاهد تفكر فيها الله بنفسه يتنازل من علياؤه ويلد في مزود بيت لحم ويترعرع في وسطنا ويسير في شوارعنا وأخيرا يعتري الصليب من أجل من أجلك نعم لأنه قادر على كل شيء ثاني نقطة مهمة جدا يعني الفداء بالدم الله وضع القاعدة عندما سقط آدم قال بدون سفق دم لا تحصل مغفرة ما فيش مغفرة فالفداء بالدم فكيف الله يلي تولى أمر الإنسان كيف الله بده يفضي الإنسان هو روح فحتى يقدر يفضي الإنسان شو لازم لازم يأخذ جسد بشريتنا يكون في عنده لحم دم لأنه تولى أمر الإنسان تتذكر عندما سقط آدم وحوة صانعوا أقمسة من جلد من ورقتين ولكن ورقتين بيضاين هذا الديانات العالم بتستر العورة لفترة معين وبعدين بجي يهر ورق الدين ولكن وصنع وأخاطر رب الإله أقمسة من جلد لآدم وحوة وألبسه ماء إياها من أين جاء بالجلد حيوان وضع القاعدة الله بدون سفق دم لا تحصل مغفرة للخطي فالله تعهد الإنسان لو ما تعهده ما لبسوش الجلد لكي يلفط نظرنا إلى الزبيحة وخيط الدم هذا منشوفه على طول على صفحات الكتاب إلى أن وصل وصلت الزبيحة الحقيقية والتفت إله يحنى المعمدان قال هو زحمل الله هو زبيحة الله الذي يرفع خطية العالم تالت نقطة مهمة لو أنا يا أخ ناجي بدي أنا أفديك لو أنا بدي ادفع تمنك العمل عظيم ولا لا جدا لو الله يجي قال لي أخ عطا أنت بك تموت عن ناجي بيقول له كويس بدي يسألني سؤال الله بدي قل لي أنت أحسن من ناجي بيقول له لا أنا مثله بيقول له كيف بك تفديه أنت مثله كيف فاللي بده يفدي الإنسان لازم يكون معصوم عن الخطأ في شخص واحد بكل الكون معصوم عن الخطأ من هو هو الله هو الله والمسيح عندما تجلى في وسطنا كان الله المتجسد كان مرة على حد اليهود وقال له من منكم يبكتني على خطية من منكم يبكتني على خطية فهو الوحيد المعصوم اللي قادر أنه يفدي نفسه بالنيابة عني وعنك عزيز المشاهد ثالث نقطة رابع نقطة لو أنا جيت بدي أفدي أبذل نفسي عن القس أمجد الله بيقول لي عظيم عم تعمل عمل جيد جدا كويس ولكن شو بكتقدم عنه بيقول له بيقدم نفسي بيقول لي أنت بتبتلك نفسك بيقول لي فاقد الشيء لا بيقول لأ ما بمتلك فاقد الشيء لا يعطيه بصلا هل كيف بكتقدم نفسك عنه ما أنت ما أنت ما تقدم شيء مش مالكو فليس سبب بيقول كتاب فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه بيرجع بيقول لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها ليس أحد يأخذها مني عنده سلطان عنده يمتلك نفسه هو الوحيد الذي يستطيع أن يعطينا نفسه بالنيابة عن كل وقت لماذا أنه يمتلك نفسه خامس نقطة أخيرة لمن إبليس أسقط الإنسان الله خلق الإنسان على سورته ومثاله وإلا الزاتي مع مين مع بني آدم قال له يا آدم أنت حبيبي أدمنك حلو يروح جيب لولاد اسمر ويقصر في الأرض جيب لولاد حلوين زيك وقال لا بتدخل الخطي بيجي بيحوى بيغويها مين إبليس تأكل من الشجرة وبتعطي زوجها وسقطوا في العسيان الله اللي خلقنا لحياة أبدي في جنة عملنا إياها عندما سقطنا صار عندنا سأر أو لا على مين على إبليس نحن فينا على إبليس لا لا ما فيناش الله بيقدر على إبليس أكيد إذا الله اللي وضع قاعدة يوم تأكل منها موتا تموت وبدون سافك دم لا تحصل مغفرة إذا الله المعلاش يا آدم خلص أنا لح بكلمة وحدة بيد إبليس وأنا بكلمة وحدة لح أفديك بيصير بيقدر يعمل أو لا كان عادل لا لكان إبليس مد أصبعه توال الأبدي قال له أنت مش عادل وحاشا لأ الله أن لا يكون عادل الله أمين وصادق في مواعيده قال له معك حق يا إبليس معك حق أنا بقدر بيدك كالله الروح ولكن إذا بدك ما تكون أنا عادل سأنزل كأنسان الأخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كأنسان وضع نفسه وقطع حتى الموت موت الصليب هأنزل كأنسان وحدكلك راسك على الصليب مش كالله كأنسان الله لا يموت ولكن الذي مات على خشبة العار كان الإنسان يسوع المسيح له كل المجد أمين فأباد مش كالله أخذ طائرنا كأنسان فلي السبب الله عادل وأمين إلى النهاية له كل المجد ربي باركك حاطم فكرة رائعة أمين أعزائي المشاهدين بفكركم بالرقم على الشاشة 248-416-1300 تصلوا بينا لو كان في أي طلبات صلاة نحن مستعدين يشاركهم الصلاة وصلاة القدسين والمؤمنين والأطقياء تقتدر كثيرا في فعلها السيس أمجد ما هي الدروس الأخرى من المجووس احنا كلمنا عن إدراكهم الروحي لمعنى هذا المولود في أي أفكار أخرى ممكن نستفيد لا فيه كتير هو الحقيقة اللي يقرأ مت اتنين يفهم كويس أن كم الدروس الموجودة في مجيء المجووس مهول يعني أنت أول نقطة دي نقدر نفصل منها ثلاثة أربعة دروس الله لا يترك نفسه بلا يشاهد جزئية إدراكهم وعيهم جزئية أن الاقتراب إلى المسيح يتطلب نوع من العطاء دول دول تلاث دروس مهمين جدا لكن فيه كمان درس مهم جدا أنك حتى تدرك حتى تكرم حتى تقدم للمسيح ما يليق به ينبغي أن يكون عندك علم بالمكتوب علم بالمكتوب الحقيقة زي ما نبرت في الجزئية الأولى عندما أتى المجووس وطلبوا أن يروا أين هو المولود ملك اليهود فإننا رأينا نجمه في السماء بكل بساطة ذهبوا إلى قصر هيرودوس ما يصدمني هو عدم إدراك هيرودوس لحقيقة وجود المسيح أو لحقيقة مجيء المسيح مع العلم أن فكر المسيح كان فكر تتحضر له كل إسرائيل في كل يوم يعني كانت الفكرة المستحوذة على أفكار اليهود وخاصة في لحظات الضيق ولحظات الألم والمشقة في تاريخ الأمة هي فكرة أن المسيح سيأتي يوما وعندما يأتي المسيح سوف يبيت كل أعداء بنفخة فمه وبالتالي يعطينا السلطان ويعطينا السيادة ويعطينا الريادة فبالتالي كانت كل إمرأة عندما تلد ابن توقعها أنه هو المسيح توقعها أنه ربما يأتي من نسله المسيح فكانت فكرة المسيح مستحوذة على أفكار بني إسرائيل في الوقت اللي فيه الفكرة دي فكرة أساسية لا أقول في الموروث اليهودي لكن أقول في الفكرة اليهودي أجد أن هيرودس بكل جلاله نسي أين يولد المسيح أين يولد المسيح فابتدى يحضر زي ما بيتكلم عنه كتاب في متى اتنين رؤساء الكهنة وكتبت الشعب وسألهم أين يولد المسيح أين يولد المسيح ربما لأنه بمعرفتهم يستطيع أن يفيدوه لكن هنا ألاحظ حاجة مزدوجة المعرفة قادت المجووس إلى تقديم الإكرام للمسيح في نفس الوقت الذين عندهم المعرفة بدون الحياة هذه المعرفة جعلتهم هم ومن يجهل شخص وكيان واحد هم ومن يجهل لا سيان لا فرق سيان اللي بشوفه أني لما أعرف كويس أين يولد المسيح لما أعرف كويس المكتوب زي ما قالوله كده قالوله في بيت لحمن اليهودية لأنه مكتوب بالنبي ودي نبوة ميخا وأنت يا بيت لحم أرض يهودة لست الصغرى بين رؤساء يهودة لأن منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل وهنا دي كانت النبوة اللي مفروض يتيقنوا أن بما أن الملك سأل فلابد أن تكون بالفعل تمت ترجمة نانسي قنقر